أستاذ إيريني في الأول بتقول هل الشيطان ليه علاقة بالموت؟ الشيطان ليس له سلطان على حياة الإنسان هو كل اللي بيقدر يعمله أنه هو يجرجرنا الخطيئة أو يوقع مشاكل بين الناس وبعضيهم فيبقى هو المسؤول عن حوادث القتل مثلا أو الانتحار أو حوادث التهور في الطريق وسواء بيجري وقتل ناس أو هو مات لكن مش هو له سلطان الموت يعني مش هو اللي بيحدد أن ده يموت إمتى وبالطريقة الفلانية مكتب مقادر السيدة مسيح قال عن الشيطان كان قتالا للناس منذ البادئة يقصد بيها أنه بيجررهم للخطيئة هنا الناس اتقتلت بالخطيئة بالموت بتاع الخطيئة مش الموت اللي هو خروج الروح من الجسم لكن مثلا أنا قلتها يعني أنه لو الشيطان عمال يجري وراء إنسان يشجعه لأنه يقتل أو أنه ينتحر هو المسؤول لكن ما قدرش أقول الشيطان له سلطان أنه يموت إنسان وإلا كان زمانه ما سبناش لا الله في هذا السلطان الله وحده له سلطان الحياة والموت بقيت السؤال بتقول الحسد بص الحسد في المفهوم المسيحي هو إن الإنسان فينا يحسد شخص على حاجة كويسة عنده بس الحسد هو اللي بينضر مش المحسود مش أنا أحسد شخص على طلعية بلاش الأفكار دي مش موجودة في الفكر المسيحي هو اللي دايما يغل في نفسه وهو اللي تعبان والشيطان لما بيحسدنا بيجرجلنا الخطيئة عشان كده في صلاة الشكر كل حسد تجربة كل فعال الشيطان فأنا مش عايز إن كل واحد يصاب بدرر يظن إنه محسود أو إنه معمول له عمل وبدل ما نحل مشاكلنا بطريقة منطقية وعلمية بنحلها بطريقة التسليم للغيبيات